أولاً اللامسؤولية السبب الثاني الفساد وملف الفساد يعني سبب الفساد سبب رئيسي في موضوع الجرحة وموضوع الدعم الذي يصل أو لا يصل إلى اليمن موجة انتقادات حادة تواجهها الحكومة الشرعية وقيادة التحالف والمعنيون بملف الجرحة بعد تجاهله لأشهر بعد الوعود الكثيرة التي حظي بها جرحة المقاومة والمدنيون من ضحايا حرب الميليشيا ولكن الخذلانة بات اليوم هو الحاضر الأبرز فآلاف الجرحة يعيشون ضروباً شتى من المعاناة الإنسانية منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا شيء غير ستار ثقيل من الصمت والتجاهل تحت الشعار جرحة مقاومة تعز في الشوارع ارتفعت الأصوات والشعارات التنديد بمواقف الحكومة المتخاذلة الحملة التي تمضي فيها قناة بلقيس للفت أنظار المعنيين لخطورة هذا الملف وتداعياته على المستوى الأخلاقي والقانوني بالإضافة إلى آثاره السلبية على معنويات المقاومة والجيش الوطني فالسلطات المعنية متهمة بتجاهل الملف كلياً وتوقفها عن إرسال الجرحة للعلاج خارج اليمن رغم المناشدات الكثيرة والمتكررة إلا أنه في الآوينة الأخيرة وبعد ضقوط شديدة أقرت الحكومة سفر 48 من جرحة المقاومة في تعز إلى السودان لعلاجهم وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان الإغاثي فيما ينتظر آلاف الجرحة أن تتحرك الشرعية لعلاجهم أو تأسيس مشاف ميدانية لاستقبالهم وتسهيل استيعاب جرح الحرب في المستشفيات وفي الاتجاه المقابل يأتي تأكيد نائب وزير الصحة عبدالله دحان أن وزارة الصحة ستعمل من خلال الحكومة وبالتنسيق مع المؤسسات الإغاثية على متابعة أوضاع الجرحة في اليمن ومعالجتهم وتسهيل سفر الحالات الحارجة إلى الخارج وعلى أمل باستجابة الحكومة الشرعية والتحالف للنداء الأخير ينتظر الجرحة التفاتة من الجهات المعنية تنهي معاناتهم